بعد جيه مبادرتنا أصبحت نموذجا للعمل الإنساني لأحد المنتسبين في شرطة كربلاء قسم الكيناين في وقت استراحته يقوم بمساعدة عمال البلدية أثناء صبغهم للأرصفة في شوارع المدينة مما جعلها رسالة جميلة وإخلاقية أنا منتسب الكيناين تابع شرطة مهاضة كربلاء قسم الكيناين وواجبي كان شارع الجمعي في الكتل التربية فبثما الواجبي كملت واجبي بالاستراح بالاستراحة عدي فلاحظت منتسبين البلدية يصبغون بالأرصفة فحبيت أشاركوا يوم بأصل بين الفكرة بين المنتسب والزارة الداخلية ومنتسب البلدية ماك فرق يعني يد تحمي ويد تبني نائب محافظ كربلاء عد هذه المبادرة خطوة تجاه الطريق الصحيح بمسار العمل ومساعدة البعض لجعل كربلاء الأجمل بين أقرانها وتثمينه لجهود هذا المنتسب هو محفز معنوي لجميع المنتسبين بالدوائر الأمنية والخدمية يعني حقيقة هذا الحس الوطني اللي موجود عد رئيس عرفاء مروان ما يدل على أنه احنا شاركين بهذه المدينة اللي كان منتسب أو كان بلدية ويعوف باستراحته ويدخلوا ياه بعمله ويساعده ويشوف المعاناة هذه الصورة لكل أهالي كربلاء يجب أن تنقل وتكون تدرس ويكون العمل التطوعي حتى من المسؤول كيف يعطي له صلاحياته على مدى أنه يكون هناك عمل متوازن ودراية بالأمور التطوعية إضافة الإدارية قيادة الشرطة أشادت بعمل منتسبها ضمن توجيهات وزارة الداخلية والحكومة المحلية بضرورة التعامل بالإنسانية والعمل الخيري وما يضيفه للشار العراقي من تعاون ومودة بين الجميع في إطار توجيهات وزارة الداخلية والسيد محافظة كربلاء سيد قائل شرطة المحافظة في إطلاق المبادرات التطوعية والعمل الإنساني في محافظة كربلاء المقدسة ومن أجل أن تكون كربلاء المقدسة قدوة للمحافظات البقية في أعمارها وفي نموها وأيضا في الخدمات الأمنية وفيما يقدمه منتسبوها من صورة مشرفة تعكس الجانب الإيجابي لدورهم الذي يقومون فيه بمساندة كافة الدوائر الخدمية في المحافظة خطوة صغيرة بحجمها وكبيرة بعطائها لإنساني أطلقت من كربلاء لجميع عراقيين أن هناك يدا تحمي ويدا تعمل من أجل عراق واحد من كربلاء جاسم الهميم التغيير